شرح عمل المايكروسكوب المركب يوضع الجسم المراد تكبيره في نقطة أبعد قليلا من البعد البؤري للعدسة الشيئية فتتكون له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة الصورة المتكونة بواسطة العدسة الشيئية تعتبر بمثابة جسم بالنسبة للعدسة العينية على بعد أقل من البعد البؤري للعدسة العينية ولذلك تتكون له صورة تقديرية معتادلة مكبرة على بعد 25 سنتيمتر من العين ولكن مقلوبة بالنسبة للجسم الأصلي